اشتركوا في القناة نقيب السابق في منتدى النقاش المجاني هذا منتدى النقاش المجاني المعروف بسبيس يكون في مواقع التواصل الاجتماعي يكون في تويتر بالضبط كان بتاريخ 18-2022 حول موضوع النضار الحقوقي بالمغرب بين الواقع والآفق من تنظيم الحقوقي محمد الهندوز وهذا السبيس تفتح من باريس من خارج الوطن عرف عدد من مشاركين حوالي 700 مشارك ومشاركة ولكن المتدخلين يتعلق الأمر بوالدي عمر رادي وزوجة الريسوني وعفاف برناني وهي باخر شيش حسب تصريح النقيب السابق محمد زيان وكذلك محمد زيان وجمال بن عمر خلال مدخلة محمد زيان النقيب السابق أثار الكثير من النقط الكثير من المعطيات الكثير من الملاحظات أو الكثير من التعقبات التي لا يمكن أن نجعلها تمر على مسامع 700 مشارك ومشاركة دون توضح في إطار تدبير ثقافة الاختلاف لأن كل من يدعي النضال الحقوقي أكيد بل من واجبه أن يتقبل الرأي والرأي الآخر وفي إطار حرية الرأي والتعبير التي نرجعها محور جميع الحقوق والحريات وكأن لا حقوق أخرى في منظومة حقوق الإنسان ومن أهمها الحق في الأمن الذي أصبحنا نعصف به بشكل علني وحقوق الضحايا والكثير من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية النظمة لحقوق الإنسان أصبحت في خبر كان بالنسبة لبعض المناضلين الذين يعلمون النضال في خمسة أيام النضال الجديد النضال فاسفود النضال سريع النضال المواقع للتواصل الجماعي النضال الفضاءات الافتراضية النضال المبنية على تجيش المشاعر واستغلال ضغوطات نفسي والاجتماعية التي يعيشها المواطن والمواطنة المغربية أو جميع البشر أينما حلوا وارتحلوا هذا النضال لما يمكن نصفه بنضال ولكن هم يصفون أنفسهم بالمناضلين النضال بدون تاريخ بدون محطات جرية قوية تحمي بنيان الوطن ومؤسسته وتسعى إلى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية لجميع المواطنين والمواطنين والبيئية أيضا اليوم أننا نرى نفسك تخرج خارج أرض الوطن تجند نفسها لتوجيه السب واللوم والشتم والتشهير والقدف وكل ما يمكن أن يعتبر إخلالا القانون الجنائي ثقافة الانتقاد من أجل الانتقاد للمنطق الهدام وهذا من بين صريحات اللي جات دي السيد محمد زيان أو أستاذ محمد زيان النقيب السابق الذي قال أو ناشد المغارب المتواجدين في دول أخرى أن ينشئوا مواقع تواصل اجتماعي بالمواقع يعني مواقع بالتواصل يعني مواقع بمنابر مختلفة أو بمواقع مختلفة ديال يغيزوا سوسيو قال لهم قال لهم بشديروا المعارضة قال لهم يجبوا على النشاطة المغاربة المقيمين بالخارج تنظيم أنفسهم لإنشاء مواقع إلكترونية للمعارضة في الخارج مع العلم أن هذا النوع من الإعلام يعني كينجح في التأثير بشكل أكثر سهولة على المغاربة من الداخل شنو أنسمي هذا هذا والنضال وقواعد النضال هذه كيف تتعلم النضال في خمسة أيام أو في عشرة أيام كيف تصبح يعني مناضلا بسرعة قياسية ندير واحد لموقع ما تكونش عليك الرقابة ما تكونش تحت سلطة وسيادة دولة ذلك ما تكونش تحت رقابة القانون الذي يوحدون ويجمعنا جميعا والذي من أجله نتعايش داخل هذا البلاد لأنه ما يمكنش نحن نهار قررنا كبشر ما شي كمواطن مغربي أو مواطن مغربي كبشر أن نعيش في كنف الجماعة تحت ما يسمى بالعقد الاجتماعي كالقانون هو الفيصل بيني وبين الآخر القانون يجب أن يوفر ولك الحماية بشكل متساوي حسب القيم الدستورية وحسب النظم الحقوقية أو النظم القوانين الحقوقية عبر العالم المواثق الدولي النظيم الحقوق الإنسان ما يمكننيش أنا اليوم نشجع على خرق القوانين وتسويق طوق الاحتيال على القانون بإنشاء منابر أو بإنشاء مواقع إلكترونية خارج الوطن من أجل التوجه بسهام اللوم وسهام الهدم وسهام الانتقاد وسهام المس بالأعراض وسهام المس بالحياة الخاصة للناس هذا أسلوب مرفوض اللي بغي يدير المعارضة يديرها من بلاده علمون الناس المناظرين الحقيقيين اللي اعطوا دمهم فداء لهذا الوطن واعطوا حياتهم ووقتهم من أجل أن ننعم بالقليل من القوانين الحداتية التي نتعايش بها ومن خلال الياليوم هاد النسد علمون أنه المناظر هو اللي تيوزع الثقافة ديال السلم والأمان اللي تيكون عنده أهداف إنسانية وقيم إنسانية رفعة المستوى باش نعيشوا في هذا المجتمع في واحد الاحترام فيما بيننا ماعلموناش نخرجوا خارج أرض الوطن وانتوجهوا بسهام الهدم المؤسسات ديال الوطن علمونا الغيرة والحب على هاد البلاد ماعلموناش أننا ما كونش عندنا كبدة وما تكونش عندنا حب الوطن ديالنا من بينما جاء في هذا الكلام اللي اعتبرته خطير وخطير جدا وما رضيتش نسكت عليه ماشي حنط أنا مناضلة بزاف علي نكون مناضلة فقط ومارسوا حقي في التعبير كما مارسوهم حقهم في التعبير ورفضوا تدخل من يودوا مجابهتهم أو مناقشتهم يعني وما يرفضوا الناس تناقش معهم حنطني كان قولوا حريات راوية تعبير سيكون ذاك الجدل الفكري ذاك الاختلاف ديال الأراء والأفكار قال لكي منحوا المغرب سنتين لحل أزمته الداخلية وإلا سينفجروا الوضع ويتنقصبوا المملكة إلى 25 أو 60 دولة ما هذا كلام منطقي تقول المغرب عندك سنتين وتلسنين شدل مغرب را دولة را مملكة بقرون من الزمان را تاريخ اليوم حتفت دراسات تاريخية ولو تديروا هذا كربط التاريخ بالحاضر لإعطاء لمحة المستقبل استشراف المستقبل من أين لكم يعني بهذا التحليل وكيف استشرفتم هذا المستقبل وعطيته سنتين والعلم اللازع ما سهل مين نجي ونقول بأن الاشتباكات ملعب كرة القدم في مولاي عبد الله مولاي عبد الله ليس لها علاقة بكرة القدم بردت فعل ديال ضغط الاجتماعي ورقا الناس كتبعي الضغط الاجتماعي كل فينا ما تعيش الضغط الاجتماعي بعد الجائحة وما نعيشه من حرب من فينا لا يعيش الضغط الاجتماعي ولكن هل الضغط الاجتماعي مبرر للجرائم؟ هل شخص الذي يعاني من ضغط نفسي مع زوجته من حقه أن يخفف من ضغطه نفسي باغتصاب النساء لأن زوجته كانت متنع في البيت؟ هل يحيش ضغط نفسي لا يوجد إمكانيات لكي يسرق المواطنين لكي يخفف الضغط؟ هل يخرب الممتلكات العامة الخاصة من الدولة والمواطنة والمواطنين والحرمات والأجساد الذين كانوا حاضرين في الملعب؟ نحن نريد أن نعيش معه كيف تصرفنا خطاب العنف والكراهية والتمييز بهذه الطريقة وتعتبروا ذلك نضال تقولوا نكذبوا على بعضياتنا واش ليت يقول لك حل المؤسسات الأمنية؟ لأنه يقول لك المواطنين والمواطنين المغربية اليوم اللي بغوا يعيشوا في تغيير حل المؤسسات الأمنية هل هناك دولة في العالم تعيشوا بدون مؤسسات أمنية؟ كيف سنوفروا الأمن للمواطنات والمواطنين بدون مؤسسات أمنية؟ أنا كان حشم وأنا أرد على هذه المسألة بالضبط يعني حل مؤسسات الأمنية ما فهمتش؟ وش بنا نعيشوا في الفوضى؟ عمركم شو شون المناضي ليسعى ويناشد بحل المؤسسات الأمنية والعيش في الفوضى؟ كين الشي دولة ما فيهاش مؤسسات بش يقول نحن طورت الملك والشعبية؟ ما أننا ما نديروا بمؤسسات؟ ما أننا ما نديروا بالأحزاب؟ ما أننا ما كي مشكل؟ ماذا الرجل لا يؤمن لا بالاتجاهات المختلفة للفكر والتحليل؟ ولا يؤمن بالفكر البناء واخترى الاستفعافة إلى الفكر الهدام؟ ما كي مشكل؟ لماذا كنت وزيرا لحقوق الإنسان؟ ويستقل؟ سنعتبر استقال النضال واخا وجودك على رأس الحزب الليبرالي المغربي الذي أصبح الحزب المغربي الحر؟ ماذا صنعت به؟ حزب في الناس؟ ماذا صنعت به حتى تسمحا؟ لأن الإنسان اللي بغي يدير سياسة يجب أن يعطي نتائج ملموسة على الساحة السياسية لها يستطيع أن يتزايد على الباقون ما هو رصيدك السياسي من خلال ما صار؟ لا ديمقراطي تزعمت فيه هذا الحزب لمدة 17 سنة دون تناوب أو تشارك مع باقي الأطر والفعاليات الشابة والمتعلقة داخل حزبك 17 سنة وأنت تمارس الدكتاتورية بالاحتفاظ على هذا الكرسي واليوم أسائلك كمواطنة مغربية تخبرني بأن المغرب سيتقسم إلى دويلات وتخبرني أن المؤسسات الأمنية يجب أن يتم حلها وتخبرني أن الفوضى والشغل في الملاعب له مبررات قل لي اليوم أخبرني ما هو رصيدك السياسي على أرض الواقع وما هو رصيدك الحقوقي ومفاتك المطلبية ومقالتك الراقية وكتبك ومؤلفاتك الشهيرة التي تعتبرها يعني منتوجا ملموسا للقول بأنني مناضر حقوقي لا مالش من هب ودب اليوم له الحق أن يصف نفسه بالمناضر وهو يحمل فكرا متطرفا أو داعيا للتمييز والكراهية والعنف تعامل أسكيزوفريني احتمع مع الدين هنا سأثير المسألة التي حركت في جميع المشاعر ديال الألم ومشاعر ديال التقزز ومشاعر ديال الاستفزاز أيضا ليس لأنني مرأة أو محامية ديال ضحايا الاعتداءات الجنسية لا لأنني بشر أنا لم أكن هدروش بمرأة أو رجل لأنني إنسان كل إنسان بغض النظر عن نوع جنسي ذكر أو أنسى يجب أن يكون حامل لقيم إنسانية رفيعة رهن هاللي قلوبنا تفرغ تفرغ من العطف ومن الحنان ومن المحبة رهن سلام على هذا المجتمع والسلام على مستقبل هذا الوطن رهن لا يمكن أن يكون العلاقة بيننا وبين هذا الوطن والحب والحب لا يأتي من الفراغ يأتي من المشاعر تخدمو عليها عبر سنين كما تحب أولادك تحب بلادك تحب حتى المالك ذلك لا يعيب العيب هو يكون قلبك عمر بالأحقاد وتصفية الحسابات الضيقة ويعني استغلال القضايا الوطنية وقضايا الضحايا الاعتداءات الجنسية من أجل تصفية حسابات ضيقة تخصك ولا تخص غيرك ما نزيدش على بعضياتنا التاريخية تحدث عن نفسه فبالأمس القريب كنت ترافع ضد مناضل حقيقي الكاتب الوطني النقبة الديمقراطي للشغل نوبر الأماوي وغيره وغيره منين جيت الميل في الديال توفيق بعشرين لتناصره أو تدافع عنه هذاك حقه ونشد على آياد الدفاع أينما كان احنا كنقول بأن أي متهم يجب أن يتوفر له ضمانات وشرط المحاكمة العادلة ويكون عنده دفاع ولكن بصدق ماشي بالأكاذيب والكلام الساقط والحط من الكرامة ماشي بتحريف المعطيات وترويج المغالطات وليوم يستمر هذا المسلسل علش قلت الدين يستمر هذا المسلسل بالإساءة إلى موتانة وذكروا أموتكم بالخير كيعجب بعض الذكوريين من الدين غير تعدد النساء أو كيعجبهم من الدين تمتوع بالنساء ويكرهون في هذا الدين الالتزامات من واجبنا أخلاقيا ودينيا احترام الموت لكي يقول بأن إحدى ضحايا بعشرين التي توفت لن أذكر اسمها ضمانا لحق في النسيان لعائلتها وحتى ذلك الضحايا الأخريات عندهم الحق في النسيان لأنه من حقوق الضحايا الحق في النسيان وضمان عدم الإفلاس من العقاب لأنه لن يجبر الضرار بعد الدريهمات يجبر الضرار هو تفهم المجتمع لحالتهم الاجتماعية والنفسية يجبر الضرار هو القدرة لأنك مجتمع على احتضان هؤلاء النساء ومساعدتهن على تخطي المحن لممكن أن يكونوا عرضا لها جميع ذكور وعينات ولدتنا مستقبل هذه البلاد راهين باحترام القوالين ما كانوش المناظلين اللي عرفناه واللي كانوا في تازمان مارت واللي دازوا في تاريخ دي المملكة المغربية كيتحاكموا على مشاهد جنسية مقززة فيها استغلال وبشعة كانوا كيتحاكموا على قضايا سياسية وأفكار راقية ومقترحات وملفات مطلبية يشهدوا عليها التاريخ بمداد من ذهب واللي اليوم المناظل اللي كيعرف يسب الله واللي تعطى المخدرات بواحد شكل علني أمانة جمهور ناشية واللي كيتمتع بأجساد النساء بطريقة أو بأخرى كانوا نحطوه في المصف الأولى ديال المناظلين كيفاش غنغيروا حنا هاد البلاد؟ بواحد الناس ما قادرينش يغيروا حتى نفسهم ما قادرينش يتحكموا في شهواتهم والغرائز ديالهم ما قادرينش ينشأ أسرة وينجحها 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 بواحد مستوى حسن سيغير بلاد يستحيل لذلك ما نزيدوش على بعضنا البعض أنا كانت تحدثت من الزاوية اللي كتخصني اللي هي الزاوية الحقوقية أنا ما قديش نقول أنا مناضلة أجيوا لي مناضل لا أنا أعبره عن موقف أعتبره مساندا لقضية أؤمن بها قضية النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية لتعرضوا جميع أنواع الاعتداء فيما بعد الاعتداء يعني تعرضوا الاعتداء الجنسي وبعد ذلك اعتداءات مجتمعية مختلفة ديال أفكار اللي احنا كنقوله والله ما كنلمشي واحد اللي حامل العقلية الذكورية ومازل ما تخلصش منها يعاونوا 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 يقدرنا على أننا نساعدوه وساعدنا أننا نوصلوا لذلك الأمن الفكري اللي نقدروا نفهموه الناس ونفهموه ما أثيه هم ونعذروا الناس ونبعدوه على الكلام في أعراض الناس الله يعاونوا يعاونوا يقدروا على أنه يدوز ديك المحنة ديانه ما يبقاش هو حبيس واحد الأفكار اللي يخصد جدد ولكن ألوم اللي المفروض أنه كيعطي العباء المفروض أنه كيخص يكون يعني الناس يتعلم منه يجيب دي يستعمل هاد القضية ويستغل هاد العقلية السائدة اللي مرتضى بتخلف أشياء رسائل هاددة المؤساة تحاولوا من خلالها تصفية حسابات ضيقات الفكرة أو تتعلقوا بالشعب المغربي كيف ألونا أن شعب المغريبي يقصر على ملاده للسندويلة كيف يقصر على بيشارب الملاعب كيف يقصر على مؤسسات الأمنية تنهار ويعيش بدون مؤسسات الأمنية كيف يقصر على المرأة المغربية أي شخص ي Проماية التعدى على الشارع اللي لنهار كيف يقصر على أنه نعص في الرعب ورفقي في الرعب ماذا يقول لك أن تتكلم باسمنا؟ من متلك؟ من كلفك؟ ماذا يقول لك أن تتضرب باسم المناظر وأنت بعيد من البعد عن النضار؟ لأن المناظر لا يكذب المناظر لا يكذب الرجل كذب أكثر من المناظر المناظر يحترم مسامع الناس ولا يمرر كلاما ساقطا يخدشوا الحياء سمعنا كلام وكلام كثير يخدشوا الحياء لا يمكننا تضعوا على المناظر لا يؤمنوا بالديمقراطية قالك لا يدرش على الديمقراطية بوتين والصين وهذا ما كيش ديمقراطية كيفاش هذا المناظر يؤذي امرأة جريحة القلب والمشاعر وهي تحت اليوم تحت التراب وهي اليوم تحت التراب يقول لي هاتس الناي مينشو في صدر بعيدة لذلك اللي كذبوا معاك بأي حقين تقول عليهم كذبوا وانتا وإحنا كنا حاضرين واشن بعينينا الحقيقة عشرة تكذب مازال على المغاربة شن الحقيقة شن الاستغلال البشيع وفي جميع الأحوال ومهما كان موقفك من القضية ومهما كانت تراب الميتة اليوم هذه هي قيمنا وأعرافنا المغربية هذا هو تاريخ المغاربة الجميل هكذا نتعامل مع بعضنا البعض هكذا نحتارم مع بعضنا البعض هكذا بغينا نشوف نفسنا ونشوف ولداتنا ونشوف مستقبلات البلاد والله ثم والله إذا بقينا في هذا المستوى اللي كانت تعتبره أنا منحط ما نحترمه لتقدير كل من يخطئ دون قصد لأن المشكلة ليست في الخطأ المشكلة في القصد أنك تغلط دون قصد يختلف على أنك تكون تتخطط لهدف معين وكتستعمل معطيات مغلوطة من أجل الوصول إلى هدف معين وهو قصد والله ثم والله ما دين نعيشه لا في أمن لا في أمن ما دين نضمنه ولداتنا نبقينا في هذا المستوى مستوى المنحط المستوى الدنيئ ما هو المستوى المنحط الدنيئ هو نبقى نحضروا في بعضنا البعض ونشوف نحتارموش الضحايا نحتارموش ألم الآخرين ونحترموش عائلاتهم وذا لم تكن ترحم الضحية عندك شيء موقف معين من شيء ضحية أولا ما تتآمنش بالقضية احترم العائلات احترموش مع المغرب يرا كله عائلة رحنا كن عائلة بعضنا البعض ما تنبش في التراب النبش في التراب مؤلم أكفس بكثير يعني أنا كان اعتبر دي كنبش في التراب أكثر يعني خطورة مما تعرضت له إبنا حياتي أو كيفاش يقولوا ده بجنو شنو نديروا ما نرحموا الضحية لهم حيين ولهم مميتين ما هذه القصوة التي سكرت بعد القلوب هذه قصوة خطيرة ما غني تنفعو بها للضحايا للمشاريع القوانين للملفات المطلبية لتغيير للمعارضة البناء بانك الرسالة الجميع يعني من يحبوا هذا الوطن لأنه ما نظنش أن الشي واحد مغريبي حر ما يحبش بلاده مهما اختلفنا في طرق التدبير والتسيير والبرامج الحكومية وطريقة نختلفوا حتى العياء القواعد المعارضة هي قواعد سياسية الإنسان تتعلمها بواحد ممارسة ما يتعلماش بين عشية وضوحة ما يتعلمش بالفيسبوك والتويتر والإنستجرام المعارضة عندها قواعد دياله اللي بغي يدير السياسة والعمل السياسي يتعلمه ما يمشيش البره يدير منبر أو يدير موقع الكتروني باش يهدمنا اليوم احنا موضطرين اننا نوضع النقاط على الحروف وتوضيح الموضيحات لأن المغالطات القات بعض الآذان اللي كتسمع ماشي لأنها مقتنع لأنها عيانة عيات الجائحة عيات الجو العم عيانة الظروف الاقتصادية والاجتماعية احنا كلنا عينا ولكن ارجوكم ارجوكم وخنعيه وخنعيه كاملين ما نطلقوش المحبة ديالنا أو حبل الوصال بيننا وبين الوطن ديالنا ما نطلقوش لأنه مستقبل هذا الوطن رهين بما نحمله في قلوبنا من محبة وشكرا